شارك 13 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث الثانوي في 41 مدرسة ثانوية في الاختبار التدريبي الثاني عن بعد لتحديد المستوى في اللغة الإنجليزية نعم يأتي هذا الاختبار لقياس مدى استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي نفذته وزارة التربية والتعليم خلال الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري يقيس الامتحان مدى تطور مهارات الطلبة الأساسية في أربعة أقسام وهي الاستماع والقراءة والكتابة والتحدث بعد تدريبهم على أنشطة ونماذج متنوعة لهذا الاختبار الدولي بهدف الارتقاء بقدرتهم على أدائه باعتبار النجاح فيه مستقبلا يعد متطلبا أساسيا للقبول في الكثير من مؤسسات التعليم العالي فضلا عن إسهام اجتيازه في الإعفاء من البرامج التمهيدية هذا وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامجها لتدريب طلبة الصف الثالث الثانوي على الاختبارين الدوليين لأول مرة هذا العام ضمن خطة شاملة وضعتها لتطوير تعليم اللغة الإنجليزية بالشراكة مع عدة جهات